اشتركوا في القناة واشارت الصحيفة الى ان ايران تسعى لسحب الاموال من البنك الاوروبي الايراني خشية ان تواجه نقصا في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالية وابلغت ايران هيئة الرقابة المالية الالمانية انها تحتاج الاموال لتوفرها للمواطنين الايرانيين الذين يحتاجون للسيولة عند السفر الى الخارج في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات ائتمانية معتمدة اشتركوا في القناة